او الصفوف اليوم انشاء الله سنرى طريقات الطريقة الأولى سنقوم بسلل زيادة او الاسبوع المهم سنرى المقادر سنصابه ان شاء الله والشيء الثاني سنقوم بسلل المعتمد ما نقوم بسلل في رمضان طريقتها هو بسيطة لا يوجد اختلاف بينهم لا يوجد ان شاء الله في الفيديو نتمنى ان شاء الله تشاهده من اول إلى الاخر واذا عجبكم نتمنى ان شاء الله تكتبوه لي في كومنتر ندل من التنافل المقادر عندي هنا جوج كيلو اونس كوكاو جوج كيلو اونس عندي نصف كيلو حبة حلاوة ونصف كيلو نافع وكذلك القرفاتها تقريبا من نصف كيلو واللوز عندي جوج كيلو وعندما تشاهده معي ما اطحنته بزاف خليته مهارمش واحد شوية وعنده الججلان تهوى محمر خليته حقق ساين نضيفه في الاخر ونجمعه كل شيء بزيد الزيتون ونضيفه بشوية بشوية حتى يجمع لنا سلو دينا ونصف كيلو أو السكر بودر هو ضروري البنات الحاجة اللي نقصه في هذا المقادير هو ملقوزة وزرعة الكتن وإيه اللام والمسكاة الحرة هذا ما اطحنته يعني ضروري من دليك وعندما يكون في شوية الخدمة مهم كي تشوفه معي هنا خديد المقادير كلهم نضيفهم في البانيو قد نبقى نحل اولا يعني نضيف المقادير كلهم يجب ان يكونوا شوية قاسحين يجب ان نحركوا مع بعديتهم بشي يجيوا من جانسين مع بعديتهم نضيف المقادير من بعد هذه لوحطتهم المقادير في المقادير من بعد لمن دليش وهنا بعد أخرى هنا يزلنا المقادير اهم المقادير هي مقادير المقادير هنا estaおio لنضيف المقادير ضروري نخلطه جيدا قبل أن نقوم بعمل الزيت أو حاجة ضروري نخدمه جيدا هذا الخالد هذه المقادير مع الطحين كي تجدون الزيت لهم الجلجلان و كوكو كي تجدون الزيت لهم قبل أن نضيفه مادة دهنية الزبدة يجب أن نقوم بعمل الزيت تجدوني أفضل و صحية حسن من الزبدة سوف نخلطه جيدا مع المقادير حتى يندمجهم جيدا بعد ذلك نضيف الزيت بشوية بشوية هنا البنات هنا البنات تزيد جنجلان من بطل البنات نزيد الزيت بشوية بشوية لكي لا تغلبني يعني نخدم جهة بجهة تبارك الله كيف شرر كمية كثيرة لكي يغلبني و كيعي في الخدمة دياله يجب أن يجب أن يجب أن يجب و الوقت مزيان يجب أن يتخلط لكي لا يكون مكورة يعني يجب أن يكون مكورة المهم نخلط بشوية يجب أن يكون لديكم الوقت مزيان كافي نخلط بشوية بشوية حتى نجمع واحد جهة و من بعد نزيد الزيت في الجهة الأخرى ما زال في هذه الدقيقة و نبقى لهذه الطريقة حتى نكمل كل شي هنا لدينا تحلية أو السكر بودر مهم يمكن لكم التحلية لكي لا تريد و كذلك على حسب الضوء الكيمية التي تريدونها سقطة مهم الكيمية لكي لا تريد الاسبوع يجب أن يمتلك حتى يمكن لدينا حتى نقطعها و لا يمكن أن يجب حلقة ان شاء الله نراكم الشكل النهائي كيفية إذا ننتظ ان شاء الله سننضع لسلة الثانية أو لطريقة الثانية هذا وهذا ما الذي كان قديم في المعدان لا يختلف اغلبتنا بشوية تقريبا نفس المقادر كما قلت لكم نضيره حب تحلاوه حنا البنات كي تشوفوا معي ذاك البانيو مغسلته يعني فاش خلط سلو الأول مغسلته نهائيا نضير فيه سلو الثاني إن شاء الله كي قلت لكم البنات قدرت حب تحلاوه هنا ربعة من الحاجة ربعة دي القرفة ربعة دي الحب تحلاوه ربعة دي الحب تحلاوه ربعة دي الحب تحلاوه و ربعة دي النافع تكون ربعة كبيرة ربعة لعكاك المهمة البنات غد نضيف كذلك كوكاو مطحون غنضيف جلجلان مطحون شنو آخر صافي المهم غد نزيد الإضافة الثانية هي إلان مطحون مزيدة و صافي سوف نحاول أن نخلط مزيج هذه المقادير كما تماما في الأول قبل أن نطول عليكم هذه نفسه بحل بحل واللون الثانية مختلفة على الأول قمت بفرس أرطب و حمرته هو الذي استعملت في الأول وهذه الثانية أخذت القمح و حمرته في المقالة تقيلة قمت بحمره و يحبه حتى يتحمر يأخذ الثانية الثانية و من بعد قمت بحمره قمت بحمره تتمنى أن تجربوها طريقة رائعة و يجب ان يتجربوها تتمنى أن تجربوها تجربوها و سأردوا عليها ان شاء الله مهمة البنات هو الذي يرى أن نغربه هنا غير بحمره لكي نحيي البقية الكبيرة لنضيفها هنا لكم عارفين لأنه يكون صحي 100% و بالنسبة لبنات التحليه أحسن حاجة أن تحليه بالعسل و يكون حور و يجب أن يجدك شيء رائع و طبيعي و في حالة المقالة لنضيف الزيتون بشوية بشوية حتى نخلط سلوه و نضيف الجلجل لا يوجد حمره أسمحوا لي ما كان بان كنت سوى و لكن هذا القطع تمسحك لها سلوه بالنسبة الزيت الكتنة البنات صحيحة بثارة و لكن المشكلة التي لديها لن أعرف شو لم تنتقل مها و مهمة أن المكتجة ليش نضيفها لماذا؟ لقد قدمت له قليلا مثلا ندرناها الرمضان لقد أدو 15 يوم على سليل وكانت بقعنا معها لقد أضغ في وحده لقد أدوك زريت الكتن تجي بحلها تلقى المرورة لقد أدوك كنت أدوك كنت أدوك كنت أدوك يمكنكم تدروها ستجدوها في الخبز نحنوها تدروها مع الخبز تجي حسن كتاكلها في البلاسة هذه فقط وجهة نظر لقد أدوك كنت أدوك لقد أدوك كنت أدوك كنت أدوك كنت أدوك ادوك كنت أدوك لقد أدوك كنت أدوك لقد أدوك كنت أدوك لقد أظهر معي ونظروا وبعد ذلك في الفيديو الرجل السلام عليكم شكرا